بس يعني في شيء أهم وأعمق أخي يوسف أنه قصة آدم وحواء أو خطيط أو عسيان آدم يعني أنه الله كان مرتب شيء الفداء من قبل تأسيس العالم وأنه المسيح جاء وحتى الله أخذ زمام المبادرة أنه ألبس آدم وحواء أقمصة من جلد يعني ابتدأت فكرة الذبيحة من اليوم الأول سقط بالضبط يعني ما هو والوعد المسياني كمان ما هذه المشكلة تانية عند الفكر المتحرر أنه ابتدوا كمان يضعوا علامات استفهام هل المسيح مات موتا فدائيا كفريا نيابيا ولا مجرد نموذج للتضحية وللإثار وللعطاء اختزلوا موت المسيح من أنه موت فدائي قال لك لا هو البريء يموت بدل البار بتاع إيه عندما قد ظلم والله ما عنده الظلم لقلهم حاشة أديان كل الأرض لا يصنع عدلا لكن كما قال سبيرجين تعبير جميل قال عندما المرأة تتعرض إلى خسارة مادية ويبادر زوجها بأنه يدفع مستحقات اللي عليها عشان ما تدخلش السجن هذا ليس ضد العدل في شيء لكنه يمثل الحب والمسيح ارتضى أن يقترم بنا علاقة من هذا النوع حبنا فتكفل لله عننا بالعطاء